فاكرين تعالوا كده شعر الكبير أحمد شوقي لما كان بيقول قفل المعلم يعني وقم تبجيلا كده المعلم أن يكون رسولا المعلم يعني أي مدرس دايما الواحد هتلاقي كل طالب وكل طالبة مننا دايما هتفتكر أن فيه معلم محدد على سنين الدراسة مؤثر ودايما الواحد يفتكرهم بكل خير تعلمت منه حسيت كده أنه أخذك لعالم الدنيا اللي مليان علوم شجعك طلعك قدام خلى عندك كده ثقة بالنفس حاجات كتير جدا أنا ببقى سعيدة جدا في علاقة الطالب والأستاذ والطالب والمعلم والتلميذ والمعلم هذه العلاقة لابد أن تكون صحية جميلة فيها كم من الاحترام هو اللي بيخلي الإنسان الحقيقة دايما بيخلي المنظومة كلها منضبطة حصل إيه بقى في اللي أنا هحكيه لكو ده لفتة إنسانية جميلة جدا ولطيفة عملوها مين عملوها طالبات في معهد هيهيا الأزهاري في الشرقية وهم الحقيقة في المعهد ده عملوا حاجة لطيفة جدا والبنات عملوا إيه نظموا كده ممر شرفي ما بينهم والممر الشرفي ده لمين للأستاذ بتاحه الأستاذ محمد عيسى أستاذ الأحياء وده بمناسبة بلوغه السن المعاش هي لحظة إنسانية الصورة هي أنتوا شايفينها لحظة إنسانية جميلة بكل المقاييس وده يعني فكرة للمعلم المحترم والأثر الكبير اللي هو سيبه في نفوس الطالبات والتصفيق الرائع اللي موجود وهو يمشي وحاسس وهو بيختم مشواره إنه علم أجيال وإنه الأجيال دي بالتالي كمان ممتنة وسعيدة بل أقدمه ده أنا بحب الحاجات دي جدا وبحب هذه الحالة والأسادزة الحقيقة لازم يعملوا بهذه الطريقة خاصة الأسادزة اللي بيسيبوا هذا الأثر العظيم طول الوقت الأستاذ محمد عيسى مدرس مادة الأحياء مشرفني مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم يعني أنا هعمل زي الطالبات كده وسقف تكملة للممر الشرفي شكرا يا فندم يعني قولي حضرتك يعني الممر الشرفي ده أنت ما كنت كانت مفاجأة حلوة بالنسبة لك والله كانت مفاجأة أنا مش كنت متوقع كده خالص لكن أنا اتفاجأت بالطالبات كده أنا أعمل الممر الشرفي دي كانت حاجة يعني ممتازة ممتازة هو ده فعلا مكافية نهاية الخدمة اللي أنا حاسيت بيها طبعا طبعا الواحد لما يحس بأن النسبة تحبه والطلبة بتوعب يحبه يحس أنه هو عامل حاجة معهم أنه هم استفادوا منه طبعا أكيد والأهم حاجة هي الإخلاص أكيد الواحد لما عمل الإخلاص والطلبة بتحبت للمدرس متاحهم أعرف أنا مبسوطة إيه يعني أستاذنا محمد عيسى أنا مبسوطة أنه نشوف هذه الحالة الحلوة فكرة الأستاذ والتلميذ يعني الحالة الحلوة اللي مفروض تكون عليها العلاقة بين الطالب والأستاذ فدي حالة حلوة وفيها تنين جميل طبعا أكيد اللي علاقة لما بتكون كويسة بين المدرس وبين الطالب أكيد جبه بيستفيد أكتر بيحس أنه والده أو لو كان يعني أو أخه لو كان يعني فرق ستن يعني صغير فبيحب كده هيستفيد أنه أكتر ياخد نصايحه يعني هو المدرس ده مش معلم بيعلم العلم بس طبعا بيعلم كل حاجة ويعلم الطالب أنه هو يتعامل مع الناس إزاي وبيعلم لهم الاحترام طبعا أكيد يعني لازم جزء من الحصة بنكلم الطلبة أنه نعامل الناس بكبر ذلك طبعا ومادة الأحياء اللي حضرتك بتدريسها لا مادة شيقة شيقة جدا ومش مادة سهلة فواضح أنك عملت تأثير رائع للطلبة فيها طبعا طبعا والله ببسط لهم على يعني المعلومة بحيث يستفيدوا أدر لهم أمثلة والطلبة بتحب الحاجات زي دي فطبعا أكيد بيستفيدوا وأنا كنت سعيد خالص 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 وكانت مفجأة والله أنا مش متوقحة طبعا وأكبر وأكبر حاجة أنا سعيدت بيها أن حضرتك برضو يعني تعتبر كرة متينة برضو أنتكلمتين وده تكريم برضو من الخنزولة ده أنت شرف وأي مدرس بيقدم هذا الأثر الطيب شرف لينا وأنا شايف أنه فيه تكريم الصور بتقول فيه تكريم لحضرتك كمان موجود أهو كان في المدرسة ودي حاجة لطيفة جدا أننا نرى العلاقة كده فيها تبادل فيها تكريم محبة واحترام طبعا والطلبة كمان محبة من الطلبة ومن الزملاء الزملاء آه المدرسين ومدرسات طبعا العلاقة كانت حب طول السنوات الطويلة اللي اشتغلناه معاهم فالحب ده بينعكس على الزملاء أكيد يعني لو الزميل ده بيحضر وبيحبني أكيد دي هو أنا عملت معا حاجة كويسة هو استفد مني أكيد يعني هو زميل وستفد علمي أستاذ محمد أهل بيتك كان تعليقهم إيه على الصورة الحلوة اتفاجئوا والله مصعدين أنا متوقع أصلا أنا رايح كده أن أقعد مع زملات شوية وأسلم عليهم وأمشي فأنا اتفاجأت في كلام دو حتى أهل بيتي محضروش معايا لأنهم متوقع كنت أخذتهم ويعني لكن أنا كنت اتفاجأت بالتكريم دو وده ساعدني خالص خالص بولا حضرتك ده أنا حسيت أن العمر دو كله مرحش أهضر كده أبدا أبدا أنا بوسي أستاذ محمد حضرتك أستاذ ومعلم للأجيال الله يؤسس عمر العلم والإخلاص والعمل ما بيروح أبدا وحضرتك قدمت الأجيال والأثر باين والنتيجة باينة أنا بشكرك وبتمنى لك دايما كل خير وتستحق وإنت بتقول تلفزيون بلدك ده تلفزيون بلدك لازم يعمل كده وأنا هكمل وأشكرك جدا أستاذ محمد زي ما الطالبات في المعهد الأزهري عملوا نفس التحية للمدرسين حالة حلوة يعني أنا بحب الحالات الحلوة بلدنا مليانة حالات حلوة بس أحيانا الناس لا ترى يعني لا ترى الحاجات الحلوة يعني الناس بتروح لحاجات وحشة كتير قصص ومشاكل أيها المشاكل عايشين فيها كلنا عايشين بس ما بين المشاكل فيه في ناس بتعمل حاجات حلوة فيه واقع حلو وفيه حاجات حلوة كتير بنعملها ترجمة نانسي قنقر